أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في حلقتين جديدة من برنامجكم وجه لوجه ضيفنا اليوم والأمين العام لحزب الحركة الشعبية سيمو حمد أزين سيمو حمد أزين مرحبا بك مرحبا وشكرا على الدعوة وأهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام غير والتعضي حسي محمد أزين المشاهدين كيشوفوا رب جوج لبسي اللبس قليدي ولبس مغربي قح والدكرة اللي هي دكرة غالية دكرة مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم وأكيد يعني بدأ خلينا نقتنمها فرصة مناسبة باش نتقدموا صاحب الجلالة والأسر الملكية والشعب المغربي الشامق والأمة الإسلامية بأصدق تهاني وأخلاص الأماني بمفور الصحة إن شاء الله بمناسبة العلم للنبوي الشريف بالصحة والسلامة والعافية إن شاء الله والمزيد من العطاء والتألق والحضر بإذن الله مرحبا مرحبا أمين يا رب العالمين سأزين جرت عادة البرنامج أن ندشينه من بورتري يعني يرصد أهم معالم الضيف دينا ونقوم على بورتري إن شاء الله ثم نعوده لاستمرار ولمواكبة هذه الحلقة المباركة من مواليد تسعة وستين تسعمائة وألف محمد الزين الناشط السياسي وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية هو أستاذ جامعي شغل منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة بن كيران محمد الزين حامل لعدة شواهد منها الإجازة في اللغات من جامعة محمد الخامس بالربط وديبلوم الدراسات العرية بشعبة اللغات والثقافات بنفس الجامعة وشهادة الماستر في استراتيجية التنمية المستدامة بجامعات الشرق الأوسط في بوستن والعديد من الشواهد الأخرى شغل محمد الزين كذلك عدة مناصب كمستشار بوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحرية فضلاً عن اشتغاله كأستاذ بجامعة محمد الخامس وشغل منصب مستشار ومساعد رئيس جامعة الشرق الأوسط ببوستن ثم مستشاراً ثقافياً بمؤسسة بيس كور بعد ستين وثلاثين سنة على رأس الحزب الزين يزيح العنصر من رئاسة الحركة الشعبية حيث انتخب محمد الزين آميناً عاماً جديداً لحزب الحركة الشعبية خلفاً لمحاند العنصر وذلك خلال المؤتمر الرابع عشر للحزب بالرباط الزين أكد بعد ذلك أن تموقع الحزب المعارضة حالياً سيساعد على استرجاع الأنفاس قبل انتخابات 2026 للوقوف على النواقص والقيام بنقد ذاتي لتطوير حضور الحزب وتقويته في المشهد السياسي الزين قال كذلك إن الحزب مستعد لخدمة البلاد من أي موقع سواء كان معارضة أو أغلبية مشيراً أن الحزب يسعى ليكون بديلاً سياسياً وانتخابياً مستقبلاً السيء الزين كانت منه أن هذا البورتري ينادي إعجابكم لا صحيح غير فقط غير نصحح جوج دي المراحلات أولاً ما تمش إزاحة السيء العنصر بل سيء العنصر يعني وقرر منذ سنوات أنه سيتقلع على الأمل العامة للمجموعة هذه الأسباب لأنه أكشف بأنه يفعل اليوم الوقت المغريب خاص وجيل جديد الذي سيحمل المشهد إلى آخره أنا غير الحديث على رئاستك الأمل العامة ما يشاع أن الحامات التي ينسبتك للمدام العسالي هي من صنعتك هي من دعمتك هي من أوصرتك للأمان العامة لحزب الحركة الشعبية لا أول من أن هذه المناسبة أقتنمها لكي نقدمها كامل الشكر الجزيل لأنها فعلاً كانت ليس غير وراء شخص عبد إربيه بل كانت وراء أستقطاب واحد المجموعة للكفاءات الحزب على رأسه ماناوي التي شجعتني للممارسة للسياسة فعلاً كانت كان الاهتمام بما هو سياسي ولكن التشجيع ومواكبة أيضاً كان له أثر كبير في المصاري طبعاً إنسان الذي يشجعك يمكن أن يدعمك كما دعمات آخرين لا تعمل أبدا ربيه لأنك تأمن أن تتقطب هذه المجموعة الكفاءات للحزب لأنه كانت لديها هذه الرؤية تجديد وتطعيم الحزب بطاقات بكفاءات ونقدم نقول لك هذه المجموعة هذه الأسماء التي كانت من وراء أنها يكونوا في الحزب منهم سيد حسن حداد وزير السابق وزير السابق وحكي مع حيطي وقس على ذلك واحد المجموعة ديال الوزراء اللي دازوا واحد المجموعة للقيادين اللي لها الفضل طبعاً في استقطابهم وفي دعمهم أيضاً لا في الحضور ديالهم ولا في المساعد ديالهم رحباً السيد أميل عام كل أميل عام كي يحاول لأنه كي جيب برنامج دياله أثناء انتخاب دياله كأميل عام شنه هي أهم الإصلاحات اللي كتوضع أنتا كأميل عام للحزب الحركة الشعبية نصبع أيونك أميل عام جديد للحزب الحركة الشعبية لا أشوف إلا سماتيسة محمد أول أن كان لي شرف أن تم يعني تصويت على عبدالربي في المؤتمر الأخير بالإجمع وهي أمانة كبيرة تقلع الكاهي فطبعاً في المؤتمر كان تعاقد مع المناظرين الحركيات والحركيين بقوة به واحد المجموعة واحد خريطة طريق يعني طبعاً اليوم كان نعيش صياق جديد كان نعيش واحد التحول اللي تعرف اللي تعرف البلاد فما يمكن أن نعرف التراجع المنسوب اللي التقيق في الأحزاب فما يمكن أن يكون برنامج وما يمكن أن يأخذ بعض الاعتبار طبعاً هذا سير وراً اللي تعرف المجموعة وهذه المعطاية اللي تعرف فأكيد أول أول أشياء اللي كنت وعتباها هي أول المأساسة المأساسة والخروج من منطقة الخيمة اللي هو بمناسبة مستلح قضحي بكتر ما هو الخروج إلى تنظيم أكثر حيث أزيل ما يعاب الحزب الحركة الشعبية وكذلك أحزاب إدارية وأنه حزب الأعيان وش أنت تجد الدل قطعة مع هذين أو أن هذين تخليهم وغيرتح قبل أن نجاوبك أريد أن تفسر لي ماذا هي الحزب الإدارية سمح لي في هذا كلم قولنا نكرروا كلام أن الحزب الإدارية هو الحزب الذي يخصط له لكي يكون كنظن الحزب كلها كان لها ترخيص من الوزارة الداخلية لكي تمرش العمل السياسي في التأطير والتحسيز في المواكبة للمواطنين كيف تقول أحزب إدارية لا أفهم ما تعنيوا بها وغياب استقلال القرار أنا أقول لك اليوم ونجبك على هذه النقطة الحمد لله الحركة الشبيرة تلاحظها ما بالأشياء التي ذكرنا عليها أولا الجراء الجراء تسمية الأشياء بمسمياتها الواقعية وأيضا التتبع الملفات العالقة والحارقة التي تقص في الحياة اليوم هي المواطنين ونظر هذا ما شعرت به حتى نرجع عن سؤال نضرنا على المؤسسة ونضرنا على الخطاب الجديد ثم انفتاح على الطاقات لأن اليوم لا يمكن أن الحزب لا يمكن أن تنفتح على الطاقات لأن اليوم نحن مطالبين بتغيير المقترحات الأرضية السياسية والأرضية السياسية والمعارضة يمكن أن تكون مغلقا بل أن يكون انفتاح ومذلد للطاقات لتحقق الحزب ونظر أن هذا يمكن أن نشعر بالحزب سؤال كتابي يعني أحد الآن لا توقف يعني تعمل باستمرار برئاسة رئيس الفريق ومعية جماعة الأطور وصي السباعي في الفريق الثاني وأيضا حتى على مستوى البلاغات المكسب السياسية رأيكم تشوفوا يمكن أن نكون صباقين للتتبع ورصد وبقوة اقتراحية جميع الظواهر كما نقول لك تقصف في الحياة اليومية دي المواطن قد نقول لك بأننا قدمنا مذكرة للحكومة طبعا كان عرضوا فيها مجموعة المقترحات ومجموعة التدابير اللي تخفيف من سعار الأسعار اللي عرفت وبلدنا مؤخرا واللي يقيس بالمعيش والقوة اليومية دي المواطن سي أزين كذلك ما يشير عنك أنك كنت في ديوان سي عزيخ رئيس الحكومة وأن هذا الأخير من صناعك وأدخلك السياسة ومشكلة لديك مرة يقول العسالة مرة يقول السياسة أخنوش محمد الصانع والخالق والمبدع والله سبحانه وتعالى فحرام نقوله نتحدث عن الخلق لغير المخلوق يعني نسبه الخلق للمخلوق لا أنا كنت فعلا كنت عندي جيب وكنت سعيد جدا وكان لي شرف أني اشتغلت مع سياسي عزيز أخنوش لما كان وزير الفلاحة ولكن لا تنسى بأن كنت في الديوان مع سياسي العنصار ولما بشاستي العنصار وجاء سياسي عزيز أخنوش فهو طلب مني لأن كنت كنت نشغل واحد من المعنى ملخات ستطلب مني مشكور وضعفية بديل وكان لي شرف أني اشتغلت معه وإلى جانبه والنقطة المهمة هو أني كنت وانا رئيس الجماعة باسم حركة شابية واخر عندنا واحد الفيديو ديل سعيز أخنوش كيتكلم ويجيلك واحد الخطاف في إحدى جلسات البرلمان نبقى مع هاد الفيديو ثم نعو ديل سكمال نقاش أمي العام البرلماني بعدش تنتقل من الشيعة إلى تهيج السيد الأمي العام كتشوف البتسامة ديل سعيز أخنوش اللي وراءها واحد النصيحة للسي أوزين وأن هاد الحزب اللي اسمه حزب كبير وحزب اللي هو وزن في الحياة السياسية أنا بغيت نسولك الآن في الشارع المغربي قبل أن تجوبنا على الفيديو هذا يروج بأن نحتفل المنشهد السياسي بأن هناك تعدينا حكوميا لحو في الأفق في حال ما تم دعوتكم السي أوزين لمشاركة في الحكومة الملقحة أو معدلة هل ستستجيبون هذا المطلب؟ لا يا في البداية باش نرجع الفيديو بعد أولا أننا نشكر رئيس الحكومة لأنه كان شاهدة كبيرة في حزب الحركة الشعبية ثم تانيا أكيد طبيعي ما غير يكون هذا التجادل لأنه هو كرئيس الحكومة خاص يتفاعل مع المدخلة ف الأهم من هذا هو أن المدخلة دي كانت بنية على أرقام بنية على معطيات المسألة الشهرية هي على أرقام على معطيات والتي مسنودة بالتقارير دي المؤسسات الرسمية اللي هما الاشتبين دولي السامية التخطيط البنك المغريب وإذن البنك الدولي فطبعا فشكة تطرح النقاش يعني واحد المجموعة دي دي النقاط في واحد إطار مؤسساتي أقول إطار مؤسساتي يعني ما كنظنش فيها تهييج لأن فشكة تحدث واحد الواقع الذي يعيش المغربة وكان حول المسلوب وبالتالي كان نلقاش من بعد قلت لي وقد رأيت مسألة رامشية تهييج هيدا باع شنو الدولي السياسي وواش غادين نقلوا النبض ديال الشارع لأني لا تنساش أن رأى البادية والجبل رأى فشكة نمشي الناس ديال رأى نسمع مسؤولية هو أن نقل ذك الصوت المسؤول فإذا كانت تهييج وإذا كانت مزايدة رأى غير وسط منصة لكي نحويل الصوت ونوصل المعاناة والانتظار للشارع فهذه نقطة الثانية المتعلقة بالتعديل أول التعديل جرت التقليد أنه بعد نصف الولاية تقليد أعضاء من الفريق الحكومي ويمكن أن تطع النفس ودم جديد على الفريق الحكومي اليوم لم يكن المسألة التعديل يتدول لأن التعديل تتنسب الحكومي ونسمع التعديل وهذا شيء لا يعقائي اليوم كان تعديل هو اقتصاص واغتصاص دوسري لصاحب الجلالة ومش ذلك الذي نقرأ الملاحظة الأولاد إذا قدر ونزل سيكون تعديل أولا إذا كان هذا التعديل تحتاج للحركة الشابية في السياق الذي نعيش اليوم في السياق الذي نعيش اليوم في إعادة الإعمار ومغرب الماء بعد الزلزال سيكون رأيي ولكن الدخول لنا على أي برنامج أو أي رؤية لا يمكن أن اخترنا المعارضة وقت على المعارضة في المعارضة وممكن نكون مساندين وممكن نكون ساكتين ومحل مجموعة الأحساب أخرى لما نرى الحكومة ولكن رأيها مساندة ولكن لم نقنع البرنامج الحكومي ولم نقنع تصريح الحكومي ورأينا أن مجموعة الأعلان النوايا ولكن لم يكن الطريقة لتنزيل الأجل ولكفية إلى آخره في حال صدعيتهم لحكومة المعدلة ستختارون النهج لأن تقوم في المعارضة لا بالنسبة لنا أولا لنفق أنا أعبر اليوم على رأيي ولكن الرأيي لا يرجع لي داروت رجع المجلس الوطني الوطني وهو ثاني هيئة تقريرية بعد المؤساة بل نحن 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 بمؤسسات لا يمكن أن نرى مرأة لا يمكن القناعات لأن نعتبر بأن هذه الفرصة هي فرصة لإعادة البناء إعادة الحركة الشبية إعادة التنظيمات إعادة الهيكلة يعني توطي الخطاب جديد كما قلت الذي يتبنى الجراء والواقعية والبراغماتية والانفتاح على الفئات المجتمع لأن اليوم لدينا أوراج الشبيباء المرأة المحامون المهندسين والأطباء إلى آخره الذي نطلق الانطلاق في الدخول السياسي فكان نعتبر بأن هذا لا نرى رصنا معنيين بالتعديل اليوم وكثير لا نرى رصنا معنيين بإعادة البناء التي نقول لك البيت الحركي وكما قلت ولكن إذا تم سمح إذا تم البلاد إذا كانت تحتاجت الحركة الشعنية كبادر إما إهديها حتاجت هذا الظرف الذي نقول بعد الزلزال فأنتم سيقول هناك تسجيل السي وزين ينسب لك أثناء حديثك مع أحد أشخاص من الحزب أو خارج العزب تكلم في حول الانتخابات بعبارة خديشة الآية هذا التسجيل الصوتي كان رواج كبير في السوشيال ميديا ينقوم مع التسجيل الصوتي ثم ينرد على التسجيل الصوتي المنصوب لا يمرض تسجيل كما تفقنا بسرح تكشيل الدائرة الجيج السيد أمي العام ربما مشي معنا هاتش الصوتي المنصوب لك ما أدوش هذا صحي أو مش صحي لا صحي صحي أول أن نك نشكركم لأنكم رجعت واحد ثانيا نا خصنا تسمح لنا هذا هو الغراط في برنامج السي وزين وأن نجيبه الضيف ونحاوله نحاوله نعم قلت قبل ما ندخل قلت رئيس محمد أي سؤال يجبه في الخارجات وراء يتصل إلى الصحافة المواضح ونرى أنه لا يوجد مواضح لا يوجد خطوة حمراء كنت جميلة في إيسبريس في جميع التفاصيل كنت اصدحت سؤال هذا التسجيل كانت عنده 11 سنوات سأقول السؤال لماذا كانت في الأوج المعارضة ونقاشات الأسعار هذا السؤال سأجعلك الجواب ما هو هذا العناوي الذي تعطيته كثير من المضمون الذي يفعله هذا هو والد عمي يريد أن ترشح يجب الناس يجب الناس يجب هذه المشاكل لك حيث عفتهم لك يجب أن يكون يجب 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 الناس يجب يطلبهم يجب 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 المسألة خادش للحياة أولا يجب يجب تسريب المكالمة التي تكون بين أمك قريبا أو أخ أو أخ أو صديق تحضر طريقة عفوية فيها المعقول وكتحضر عفوية تحضر بأنها تلصص على مكالمة هاتفية كل شيء لا أعرض لها أولا كنت أحضر المغربة لعيب العار إذا كنت أحضرت في مكان عام أحضرت كلام المغربة وإذا كنت أحضرت في داري ويتشجر في مكالمة خاصة ويتحكم لغة تحكم عليها المشكلة 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 يجب أن هذه جريمة قائمة الأركان لا 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 ه+, اللي جاءت مباشرة بعد آخر الموكالمة الأجندة و لا لا الحق مكالمة كانت موكالمة عادة وعادة جدا لا تتحدثنا عن الملحارة لا تتحدثنا عن الأرشوة لا تتحدثنا عن أنه يريد أن يترشح وقام بإمكانك الناس وإعطاءهم مزكية لي وفعلا أنه يترشح ولم يترشح لك أي شيئ ما كانت أعرفه هذا هو قريب يلك الذي يريد أن توقفه علىه هذا هو قريب وليس لأسباب أخرى لا ندخل فيه كان خصم سياسي يجره إلى آخر وربما غرعه إلى آخر أجل أنه كان لديه هذا السلوك الذي يريد أن يوقفه علىه يسمى محمد نيوم ما هو دائما ندف القشر ونسأل الجوهر هذا الشيء الذي نقوله ونسمحه ونروجه ونسري بمكالمات مما بين أفراد العائلة ونقوله ونرده من الأحداث لأن القرون كمنا عاد ممارسة؟ لأن القرون كمنا عاد ممارسة هذا هو إشكال الحقيقي؟ رأولينا هذا بعد الدخول دارك هتولي كاتشك هتولي كاتشك هتولي كاتشك لا هذا هو السؤال الخصوية تطرح اليومي معلومة احترام حرمة الأشخاص ونحن تلصص عليهم الإنسات فش عيت عليها بالتليفون ونعرفتوا ما بالتليفون دياله ما عنده وشكال قرية ونعود بكل نية وقال كلا فش يقول كلا يعني كيبين نية لأنه مجد أنه سجل إلى آخره وعني كلينا هاتشي شوف نشده كما قلت ما شوقه شوف نشوف الجوهر الجوهر هي أن هذا السلوك مرفوض لأن هذا السلوك يقدر يوقع على أي واحد هذا بالمشكلة فش كنت تكون تهضر معه واحد القاريب ديالك تصيلها�� على حكس تستحدي في أمك مثلاً مع عمراجتك تستحدي في أمك مثلاً مع صديق تستحدي في أمك مسموع من الملكية ومن الملكية شخصات شخصية والحرمة من الإنسان ويقوم بإنها دير مكالمة شخصية هذه المكالمة شخصية نرماً لماذا تخرج للبرة ولماذا يدخن البغرب ساعد مدينة فيها مؤخراً نشاهدنا الرسالة التي رفعاها جلال الملك بلسافة الأميرة للمؤمنين إلى السيد رئيس الحكومة سعز أخنوش يطالبه من خلالها بإصلاح مدوانة أسرة وكان مؤخرا شنو حد المشكيل لأنك نشوف في السوشيال ميديا معرفين شو يجبوا ديناسا دو بالأخص دوك ما يسمونه بالمؤثيرين كتكلموا على بعض فصولها من هذا مثلا الفصول دي المدوانة والإصلاح دي المدوانة أن الرجل عندما يطلق زوجته وتتزوج بزوجين غيره يعني غيره يبقى ويعطى واحد نافقة معينة وحتى ما تنطلق تزوجة ديالك كتبقى تقسم مع ذلك التاروة ديالك أو ذلك المدخول ديك الشعري 25% أولا شنو رأيك حول هذه الرسالة لرفع جلالة الملك محمد السيد السناصر والله بسفة المؤمنين إلى السيد رئيس الحكومة أخنوش وكتبقى كذلك شنو المقترحات ديالك نتوما في حزب الحركة الشبيحة حول مدوانة أسرة اللي كان عرفوه مرة عليها يعني عقدين من الزمن وكتبقى يعني وضع جهاد بشري والجهاد بشري يعني يعطال وهو التغيير لا أستاذ محمد أن تسمع معي أولا كتبوا الناس المؤتين اللي ما يكتبوش يعني هاتشي لا يلزم هنا في شيء ربما أنت تعطي آراء ولكن أنا بوضع هذه الآراء تكون من اللي سيدنا اللي ينصروا يعني جاف الخطاب ديالو دي السنة الماضية دي العيد العرش السنة الماضية الفين وتين وعشرين في عيد العرش أعطى توجيه الحكومة بالوقوف على المدونة ديالالأسرة والنظر فيها والوقوف على النواقس ويعني ثغرات اللي فيها بعد أقدين 21 عام تقريبا من الزمن اللي دازلها ديال منذ 2004 ديال الممارسة واللي خصية تكون يعني كتجاوب مع تطورات اللي كعرفها للمجتمع المغربي مزيان إذن الرسالة اللي توجه بها سيدنا سيدنا سيد رئيس الحكومة هي تذكير إلى ما كانت تنزيل لهذه المغتضايات ديال يعني هالتوجيه ديال ديال العرش مزيان دباء اليوم لتوجيه الأساسي لأساسي لتوجيه ديال صاحب الجلالة هو أولا إشراك جميع الأطياف لضمان هذه المقاربة كانت فيها مقاربة تشاركية لإشراك جميع الأطياف لضمان واحد النوع من الانسجام وواحد التوافق لماذا؟ لأن هذه مسألة مدونة الأمراء الأسراع فن هي مسألة مجتمعية يعني تسموحتها فوق الحسابات السياسية طبعا نحن فاش كنا أول حزب لتفعل مها الخيطاب الملكي ديالعيد عرش منذ السنة الفائدة ونضمنا واحد يعني أكثر من الدواء في البر العمان وخرجنا بواحد المجموعة ديال التوصيات ديال التوصيات وشكلنا لجنة اللي سياغ مقترح يعني واحد المذكرة اللي غادي نرفعوها المذكرة مطلبية اللي غادي نرفعوها الحكومة طبعا بإشراك وحدة مجموعة الخبراء اللي حتى من خارج الحزب ماذيان دياليوب من النقاش اللي كين ولا نسكي هدروا على النقاط الخلافية السيدنا فجأة تتوجيه ما حضرش على نقاط خلافية هذا على إعادة المدوانة بشكل هام بشكل هام لأنه فيها مجموعة طبعا فشكا تحدثوا اليوم على الإصلاح المدوانة فاعتقادي هم ثلاثة النقاط سمع لي هم أولا خصنا هذا المقاربة لأننا لا خصنا نكون في المزايدات لا نكون في الاستفزاز المضاد اليوم نحتكم الانتصار المجتمع والنواة ديالله اللي هي الأسرة بعيد الحسابات السياسوية والمرجعية إلى آخر ولكن هذا شي كله في إطار واحد المقاربة التي تضمن إلى الإنصاف وتصون الحرية للحقوق والحريات أيضا الفرضية هذا هو الإطار الذي سنشتغل فيه اليوم طبعا كما قلت كنت مجموعة للنقاش على القضايا على العلاقات الريضائية على التعدد إلى آخره ولكن هذه النقاط سننقشوها ولكن نقاط اليوم الذي خلقنا مشكل بعدها في المجتمع والضحية هم الأطفال اليوم كنت نتحدث مثلا على الحضانة للأطفال إنه نحن نحن أبدا المجموعة لنسا المطلقات لليوم لديهم مشكلة تحول أولدها من المدرسة له المؤسسة مؤسسة مؤسسة لديهم مشكلة لديهم ولمن يوجد المحاكم يجب كلها تسنى بحرابتها معروضة أمام مغلوبة هذا أيضاً يحتوى مغلوب عجم ذلك الملفات فاليوم يجب أن نجد حلول عندما تلقى مرأة مع الرجل الرجل يمكن أن يكون مسافر أحياناً يمكن أن يكون في الحبس أحياناً يجب أن يكون الأكس وما يكون الضحية الضحية لأطفال اليوم يجب أن تراجع اليوم يجب أن نعطيه الأم والأب لكي يكون دائماً بحفاظ يعني الحكم الذي يرضيه الطرفين وكذلك الأطفال ليس يرضيه الطرفين يصول المصلحة للتفل لأن الضحية هو ذلك التفل الذي لا يجب أن يتحوله وهذا ما نعطيه الأم كالأب وطبعاً تحت المراقبة القضاء بمعنى أن نخصنا اليوم الإجتهاد ولكن غير يكون في هذا الإنصاف والحقوق والحرية أعزائي المشاهدين وعودنا وعوده أحمده سأزل نقف هذا الموضوع للرسالة المولوية إلى سيد رئيس الحكومة حول إصلاح الموضوع الآن في المشامعة المغربية كان نعطيه نقاش هذا البلاتو وهذا السوديو ليس هذا الضيو في العلاقات الرضائية وصدفنا في السوديو وصدفنا سرافيقي الملقب بأبو حفص ومحمد السحمد عصيد وصدفنا أساتي التي يرفضوا هذه العلاقات الرضائية أنت بغيت منك تصريح أو موقف صريح حول هذه العلاقات الرضائية لأن هذا النقاش مجتمعي أولا اليوم الشخص نتعامل معه بحكمة وبهدوء والمقتضايا باعتبار هذه الصورة لك عفر المجتمع كنت تحدثوا على العلاقات الرضائية أولا نقسمها على أشيقين أولا أن هناك الفضاء العام وهو الفضاء الخاص كنت تحدثوا على الفضاء العام لا يمكن أن نختلفه بأن يجب أن نحترام الضمير الجماعي احترام الشعور الثقافي والإحساس الديني للناس لا فاضل أبو حفص يجب أن تخصوا رأسهم يجب أن نفتر في الزنق يجب أن نفتر على قارداء يديرها هذا ليس أبو حفص كثيرا معك لا أبو حفص رأس المستشار وهو عظم الحكومة السؤولي وزير العدل هو صديق عزيز ولكن لا نختلفه بشيء أولا نفرقه بالفضاء العام الفضاء العام لا نختلفه بشيء لا نختلفه بشيء في دول أخرى لا نختلفه بشيء لا نختلفه بشيء لا نختلفه بشيء يعني إشهار الشعور في العلانية أو في المجال العام وهو مقبول في مجموعة عادية الدول ليس إسلامية ولا مسلمة في اليابان في الصين في تايلاند في اللاغوس وهو مجموعة عادية الدول بدون مرجعية إسلامية ولكن لا تتقبل أن تعتبر واحد الدساء قيمي لا نجيك لا نجيك إذا كنا نضع الفضاء العام أشياء ما مقبولة في دول غير مسلمة كيف ستتقبل في دول مسلمة لا نجيك لا نجيك نجيك الفضاء العام موضوع كنا نجيك الفضاء الخاص كنا نجيك لا نجيك نريد أن نتصر المدونة كما نتصرنا لها في 2004 لماذا؟ بالإجماع والتوافق والحمد لله رأينا إيمالة المؤمنين لا نختلف كنا نجيك الفضاء الخاص لا نجيك هذا حرام لا نجيك ولكن الإشكال هو أن إتباد الزينة شرعا يكاد يكون مستحيلا يكاد يكون مستحيلا لماذا؟ 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 هذا موضوع اليوم والتخوف الذي لدينا هو أن نحوله إلى محاكم تفتيش كما كان في أوروبا كما كان يدخل الكنيسة و تدخل البيضة و تجرهم من البيضة هذا لا يمكن لأننا نحترم الاختيارات الراشدين كان يدخل البيضة إلى هذا المكان و سأقوموا إلى الموقف لأنه يفوز و سأصدر إلى البيضة لأنه يفضل إلى إسلام يكون إلى صلة و أنه سأصدر إلى المكان لماذا لا يفضل معنا لأنه لم يقوموا إلى مزيئ تقول لي أن الله سبحانه وتعالى يجب أن تقرأ النصوص تجد أن الله سبحانه وتعالى حكم لأنه يجعل نفسه رقيب هو الذي يشوفه، ربي يحاسب في الكاذيب، في النفاق، في الغاش أشياء التي لا نشوفه، ربي يحاسبها لذلك الأشياء التي لا يمكن أن ندخله فيها فهذا الشيء الذي ندخل على العلاقات الرضائية هي مسألة للناس راشدين ما سنكون ضده هو شرعاً لا يمكن أن نقشه ولكن لا يمكن أن ندخله على العلاقات الرضائية ونقرروا خرجهم من ملديرهم سنحلوا باب، لا نعرفوا شيئاً وأخراً، نخرج من المحور ومشور للشأن السياسي كذلك مرة أخرى تم استقالة عبدالقادر عمارة، الوزير السابق والقيادة بحزب العدال والتنمية أولاً، كيف تشوف أنت وقت هذه الاستقالة والسياق ديالها ثم، ما رأيك أنت كقيادي وكأمين عبدالحزب الحركة الشبيع حول الاستقالة ديالقيادي السياسي عمارة؟ السهل هو هذا الشأن داخلي يعني أنا ممكن ليش أن إلا ما هو ما أعطاش الأسباب كيف يشبوني يعني أنا يعني نتخيل الأسباب هذا الشأن الداخلي، تقوم استقالة ديالي وأكيد هناك ما يبرر أو لا يبرر لا، أسمح لي سي أزين لأن استقالة ديالسي عمارة جات بأمور مباشرة بعد البيان أو البلاغ عفواً الذي أصدر حزب العدل والتنمية والذي جاء فيه بأن هذا الذي وقع مؤخراً زلزان ديالحوز وغضب يعني يعني رباني فكان عقاب لنحنا أنا نقولك واحد القادية، أولاً البلاغ أعطى واحد للإنطباع ديال لأنه ما كانش مضبط بزيان أنا عادي نقول لك مع كامل احترام الإخوة في العدل والتنمية لأن البلاغ لا كانش مضبط بإعطاء الإنطباع لأنه ما وقعه بشكل ما قاله هو نتيجة لغضب إلى آخره رباني إلى آخره أولاً ما كانش مضبط بأن الإخوة في العدل والتنمية وقعه بإعطاء الإخوة في العدل والتنمية وقعه بإعطاء الإخوة في العدل والتنمية ولكن نعود إلى البلاغ لأن البلاغ لا كانش مضبط لأنه أولاً الزلزال كما قال الإمام بن تيمية الزلازيل والخصوف والخصوف هم آيات من آيات خرار من آيات الله الله عنده آيات يخوف بها عبادة يخوف وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر إذن كما نذهب إلى آلة التخويف صعب جداً اليوم سوف نأتي وقعت شيئاً هؤلاء الناس أولاً حملة القرآن ناس عبرياء ومحافظين ومعذبين في المجال كيفش الله سبحانه وتعالى حشاء وحشاء لا يمكن أن يتم المعاقبة لهم وزيد عليها كيفش كين واحد تناقود كيفش الله سيحاق الناس في الزلزال ضحية زلزال والله سبحانه وتعالى كي حسبهم شهداء عندهم ضمن الخمسة البطعون والمبطون والغارق والغارق وصاحب الهدم لهم هذو يعني كين واحد تناقود فكنظن بأن الأمور ماشي بهذا الحجم الله سبحانه وتعالى كي يدير حكم لتخويف ونخويفهم فما يزيدهم إلا ضغيان الكبيرة الله سبحانه وتعالى كي يخويف ولكن تخويف بالمعنى أن كي يدير البشر إلى التمعون وفي القدرة ونستحضار العظمة الله سبحانه وتعالى سي عبد الإيراب الكيران كانت لواحد خرجاء مورى هذا البلاغ من أجل يتوضيحي هذا الأمر وقال قد هذه العبارة تبعتي التوضيح وانتس يا عبد الإيراب الكيران جمعتك بها زمالة أحيانا نتعفق وأحيانا نختلف ولكن علاقنا بنية على الاحترام لم يكن تكون خطاب لا العلاقة جيدة ولكن حواجة لا نتفق ولكن في إطار الاحترام المشكلة ما هو نتفق أو نختلف وهو أننا نختلف ولكن في إطار الاحترام قبل الاختلاف نظر أن هذا هو السياسي الناضج وهو يجب أن يكون بعيدا من الشيطان لأنه يبقى وطني نتفق معه نختلف معه ولكن هناك أشياء التي تجعلنا مدام أننا فائلين سياسيين يجب أن يكون واحد من قبول الاختلاف فطرحت لي السؤال وي كانت لدينا علاقة معهم مزيعنا وماذا هو السؤال بعد الثلاثين لماذا ما ظهرت العلاقة بين الإخوان العدال والتنمية والإخوان كذلك دي الحركة الشبية أنا كان جوابك وي 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 قلت لك على أن ابن كيران أنا طوحت توضيح لا علاقة لا في اللغة العربية لبقي كنعقل هي قد هي حرف التوكيد وتحقيق مبني على السكون لا محلل عمل الإعرام إذن لماذا تقول واحد الكلمة تقول قد فيها التوكيد وفيها التحقيق يعني كنت تأكد لتبلغت أو مرضى في حلالة لا لغويا كنت أقول لك ربما لم يكن موفقين صعب جدا صعب جدا لكي تكون واحد وكان ظلنا لم يكن أليم لأن لم يكن أعطي الأطار وكان أعطي الحالات التي تذكر كانت حالات في سياق معينة فأما عادوا فاستكبروا في الأرض فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشدهم لا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشدوا مننا قواتهم أو لم يروا أن الله خلقهم واشد النقوب سأزيلنا ماذا تكلموا عن استقالات وقالوا عن استقالة استعمارة القيادي بحزب العدل كذلك مؤخرا تم استقالة أحد أو عضو المجلس يعني الأمان العام عفوان حزب الحركة الشابية السيمو حمد غرس كان وزير في أحد الحكومات السابقة ما رأيك؟ عفوان لا، أنا بكل صدق أنا تفاجأت بالاستقالة محمد غرس أسمح لي سأزيل قال في صلحه لحد الجرائد المعروفة قال لأن الاستقالة من حزب الحركة الشعبية جاء نتيجة إقصاء الكفاءات الحزبية لأن الكفاءات الحزبية لا يمكن أن نختزلها في شخص صحيح؟ لأن كفاءات سيساعد أمزازية ماشي كفاءة وحكيم الحيتي ماشي كفاءة ومحمد العرج وزير تقافة السابقة ماشي كفاءة وزهب وشارب ماشي كفاءة وعدي سباعي ماشي كفاءة ومحامي محمد نبيل ماشي كفاءة صعب جدا اليوم نختزل كفاءة في شخص قد تفاجأت محمد أخ وصديق عزيز ولكن تفاجأت بالاستقالة لأن في الصباح أنا نايد مع تسبب الأمن العام قبل أن نتوصل بها وكانت توصل على الصحافة وكانت تحدث على الإقصاء الكفاءات ماشي كفاءة ماشي كفاءة ماشي كفاءة محمد الغراث كان في المكتب السياسي اليوم في القناة لدينا فاطي مالكي إمكاني محمد الغراث والأستاذ لدينا حتيان بغار والذي يمكن قد يتعرض لدينا مثل المكتب السياسي وكان لدينا ثلاثة أعضاء المكتب السياسي من إقليم واحد من أجل وكانت يمكن إعطيني فرصة لأن نشرح لأن نأخذ ثلاثة آخر المكتب السياسي من إقليم واحد. ليس التلجيهة لكن نظرك على إقليم واحد. للأسف، التقدير الذي أستمح من أن أعتقد بأنه لم يكن موفق بتاتاً. نزيد على ذلك أنه يتحدث على التراجع للتنظيمات الحزب. ونقول بأنه كمنسق الذي يحسرونه لأنه لم يكن مكتب محلي. ثم هو وزير سابق وقيادي. في الاتخابات الأخيرة كانت ترشح؟ لا ترشح في الاتخابات الأخيرة أيضاً. توفق أو لا توفق؟ لا لم يكن موفق في الاتخابات الأخيرة. لا توفق في الاتخابات، نتوفق في التنظيم. اليوم أريد التنظيم وأريد انتخابات. هذا هو شيء قليلاً للأمور. ثم تحدثت على المعارضة لنا بأن صوتها لم يسمع. لذلك نقول لك سمع محمد. شكراً صوت المعارضة التي تسمع لي ونسمع الحركة الشبيعة. طبعاً بالإمكانيات وعادتها. ولكن القوة الاقتراحية لها بيضاً. ثم يكون قيادة يقول لك صوت الحزب لم يسمع. لذلك نسمع الصوت كنتا وعاون. لذلك نسمع الحزب لم يسمع الحزب بليرولي. لذلك نريد أن يكون هناك مواقف مكينة. كعضو المجلس الوطني ووزير سابق. يأخذ موقف على التعليم والتكوين. يأخذ على المنظومة الصحة. وعندما يكون قيادة يكون صدى المواقف الحزب التي تردد على كل مهم. لدينا فقرة مهمة يشغل فيك. وعبارة عن ميكرو ترطوار. لحباً. يرصد آراء المواطن المغرية. لا يقالوا بها. لا يقالوا بها. لا يقالوا بها. إذن أعزائي المشاهدين. يقوموا بمقاومة ميكرو ترطوار. كما نعودوا لإستكمالي النقاش. أعرف كأمين العام للحزب الحركة الشعبية. بعد قصص الفساد التي ترددوا الإقالة كوزير. بان منه واحد العمل الذي يزوين. هو الزيارة التي قام مؤخراً لمناطق الحوز. وكان من السياسيين الأولين الذين يرون هذه المناطق. وكانت لا يقالوا بها كوزير من السياس الوطنية. فهو اجعلنا في المناطق حسنا. يمكننا فتنتم بأنه قد تستمع بيقاومة المقاويلين. فيا اجعلنا على الصحة المشاهدين. هذا الشيئ يمكننا فتفكرة. هو مجدده معها للمشاهدة. كيف ينجده مهمة؟ بقي أدفعها بشكل مطلوب. بالشكل المطلوب ويتقرب من المواطنين ويتصنط المواطنين الشباغين خصوصا المشجعين للكرة القادمة حتى يشرف كرة القادمة بالمرة أنا لست مكربا على أعمال السياسيين عامة إنما هو كشخص فصيح لسن بالتعبير الداريزي حبدا لو انتقل به اللغة العربية خاصة حينما يعطي محاضرة بين جموع السياسيين والمتقفين فيما يرجع سميته تعبيره كمها موحنك سياسي ما كيش يبتلعهم بطلاقة لساني بربا 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 السياسيين هذه عينة من آراء المواطن المغربي حول السياسيين وانك تبغى نسولك في موضوع أو ما يشطر عادي بالموضوع الكراطة أو وزين الكراطة وكانت يدوحت ملاصيقة وما زالت ربما أني كنقوله السياسيين كنقوله الكراطة واش في حال ما تم دعوة أو يعني تقريد سي أوزين منصب وزير الشباب والرياضة واش غتعود هاد القصة هادي ديالك الراطة واش تفهمه أولا أنا كنت قلتها بمناسبة فائتة بش كنت حدثتها الفساد أنا قلت محمد أوزين من أنظر سياسي اللي كان في البلد واني فصلتها وضيتها وراك لنا في حوار مع إسبريس معك من الأسف فاش تكون كنت تدبر القطاع ديال الرياضة ما كنت تدبر ملفات كنت تدبر أحاسيس وشعور ديال المواطنين لا تتخذها للمنطق فأنت تتفرج بحل الناس كنت ترى الكرة خارجة كنت ترى الكرة خارجة كنت ترى الكرة ديالوة لا تتعلق بها أي شخص يتبقى لك فعلما أن الكرة ترى ها هي أمولوجية فيها كنت ترى المغربة والتي كانت مضحكة أنا خرجت في أمريكا في ملعب شيكاغو قالوا كرة أزين تظهروا في أمريكا فعلم صباحة ياري لا يمكن أن أقول لهم اليوم إذا كنت أرى الكرة ترى لأننا نقص الكرة بزاف لأننا نقص الكرة فعلم نقص الكرة الفساد وقص الكرة الرداء وقص الكرة بزاف وحيث تعرفت لأشياء لديه السعب لطيف ووزيلا لكي يجوبك في البرلمان قوم مع الفيديو تحديث تكون محاكة مزيينة وبنية بشكل مزيين لكي لا تغلق تحديث 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 وضع المحاكم كيف كان الحال أنا كوزير العدل على المحاكم وربما صورتي حول المحاكم المغربية فعلم لكي لا تكون محاكمة مغربية كنت أتمنى أن أضعها في الفيديو لكي تقارنون هذه بيطة تلك لا تتواجد لذلك لا يمكن أن تتخذ الأمور بهذه الاستخفاف هذه المحكمة ليست تيران بحجم كبير وفيه القازون وفيه وشتاء وماتتحمل هذه المحكمة ليست دودة وبيطانية ومغادة إلى آخر ورقة إلى درجة أنه خرجوا نوكات كي يجب أن يريد وثقاء يجب أن يفلوكها لكي يأخذها بالمحكمة كما قلت لك نضحكه في صلاة الدين مؤخرا الحمد لله المغرب فاز وحدة بشرف تنظيم كأس إفريقيا في 2025 وكذلك الآن الملف الحمد لله دي المغرب اللي هو احتضان كأس العالم 2030 يعني بشاركة مع الملف دير اسبانيا ودير برتغال نحن نشوف هذا النجاح دير الكورة الوطنية ونشوفه كذلك النجاح دير فوزي القجاع يعني أعطى واحد صورة لامعة لا على المستوى الكورة القدام لا على المستوى كذلك الفوتصال والاحتل للفئات العمورية دي الكورة القدام شنو يعني انت كأمين عام وكذلك تتقللت مرتبة الوزير الشباب لحول هذا الموضوع باحتضاء كأس إفريقيا سي فوزي القجاع يعني هو أولا كان صديقه أخ عزيز قبل الجامعة وكنت من تشبه أنه وراء كان كان هو إطار دي الوزارة الفلاحة قبل أن يتحق بالمالية كنا عرفوا سي القجاع منذ سينين ولما تولى الرئاسة دي نهضة بركان تصدف أن يكون في الوزارة فالمستوى الرجل فعلا بأنه عنده رؤية عنده رؤية عنده رؤية عنده منظور وقدر يكون حامل لمشروعه قادر يكون حامل لمشروعه وراكم شتو ديك سعرف اش كانت الجامعة كانت واحد اللوع من التدافع على الجامعة وكان هو من المرشحين للجامعة وما كان بالسهل أن الجامعة في إطار تدافع على كل يوم أنا سعيداً أن أرى رأس الجامعة وكنت أيضاً وأسعد جداً لأن ترى المنظور والرؤية التي كانت لديه هي التي نرى اليوم كالجسد لذلك كنا نقول سوك أنهضرو كنت نرى أن السيد عنده مراسة عنده دربة وكما يقول لك عنده رؤية وكما يقول لك أن المسؤول الريادي لم يكن أهداف يحددها لكي يوصل لها ولكن يجب أن يكون الأهداف التي تحتاجها كواجهة لكي يعطي الرسول إمكانات لكي يوصل لها فالحمد الله اليوم نرى هذه الرؤية كالجسد على أرض الواقع نرى الإنجاز كتبات الأطلس التاريخية في قطر نرى الإنجاز الشبان في إفريقيا لكي يتحدث لكي يتحدث هناك نتيجة لبؤات الأطلس أيضا الأول أختراكي يشاركوا في كاس العالم وكانوا مشرفين يشرفون البلاد وعالم رغمها المعقية لكي يتحدث المستوى العالي ثم أيضا الفوتسال إلى آخره ومزيد عليها البنية تحتها الرياضية التي طبعا هي رؤية صاحب الجلالة أكثر من هذا فكانت رؤية أنه ينزل ولكن في إطار واحدة رؤية أكبر سيدنا كان وراء دعم الرياضة والرياضيين والناشئين منذ الصفر ثم جاءت محمد الثاليس البؤسسة محمد الثاليس لأنه كان سيدنا أشرف عليها وأيضا أشرف على بنيات المركز الآخر ففعلا كانت واحدة الدينامية وكانت واحدة الرؤية التي تعطينا النتائج لأن أرى الرياضة كانت بحل فلاحة المشكلة لنا كنا نزربه أي مسؤول يأتي لأنه يأتي وكانت تجميل فوز لا هذا هو الخطأ أي مسؤول يأتي لأن يأتي وكانت تجميل فوز وكانت تجميل فوز وكانت تجميل فوز لأنها تجميل فوز وكانت تجميل فوز وكانت تجميل فوز وكانت تجميل فوز لذلك هي أتاراكم والحمد لله ونحن بدأنا نرى الرياضة المغربية وخصصاً نحن نبع مقربة من الألعاب الأولمبية فرنسا السنة المقبلة وكانت تجميل البسكت وكانت تجميل فوز وكانت تجميل وكانت تجميل عداءات وكانت تجميل جديد وكانت تجميل وكانت تجميل جداً فالحمد لله كانت تجميل ونحافظ على الجرينتا ان شاء الله السيوزي لوقت ضيق ونحصلنا الآخر فقرة في محاول هذه البرنامج تعطينا رأيك بعض الشخصيات الوطنية شخصية الأولى للمرحوم المحجوبة أحداً رمز وطني وطائر يحلق عالياً في السماء والجرأة والشجاحة السياسية قلت في الزعماء السياسيين كانت لديه جوجة حواهج كانت لديه الجرأة تسمية الأشياء بمسماياتها ولكن كان وفياً للمؤسسات والعرش دائماً يردد الكلام رغم الاختلاف الذي كان لديه مع الحسن المرحوم الثاني ويقول بأننا نحن إمازيغن نحن الأمازيغ لا نحن الكلمة المصطلحة الجمهورية في اللغة لدينا لدينا أقليد وتأقليد لدينا الملك والملكة والملكية مغيرها تشيرها ما كان وهذا كان يصد وفاء المؤسسات والحب للعرش الشخصية الثانية الكوميدي المغربي والذي كان لو تصريح قوي مع الصحافة الفرنسية جاد المالح أهو جاد المالح قامة فنية فكاهية من طراز العالي يعني يشرف بلاده ولن أرض جاد المالح عنده واحد إحساس بالانتماء يعني مشرف جداً كتشوف فشكي هز الجواز صفر ديالو خضر؟ صح مغربي شفناه في ويفتخروا بمغربياتي ويفتخروا بمغربياتي شفناه في لقاءة الفازي شي وحداك الشي الفرنسية كتصوله كتقول له موزيتا فرانكو ماروكين كيقول هنون شوي ماروكين صح أنا ماشي أنا مغربي مغربي فقط وكررها ثلاث مرات وحناك نعرفه ملوبي الإعلام الفرنسي ورغم ذلك صراحة قد يجروا عليه هذه هي الجرأة اللي كان حيي فيه لأن جعل من الوطنية ديالو يعني فوق كل حسابات كما بتكون ولو المهنية كما قلت تفضلت يعني هذا الإعلام الفرنسي يقدر يعني بغير حكم ذلك صراحة يمكن تكون حسابات إلى آخره صح ولكن ما لا يحرّكوا ذلك من الهائي قال غير حرك وعلى أن الوطنية وآله وبلده حضرات وحفظة المالح وأن كان يغاربه وكادر الفقاهة هي الدول الأخرى دائما كان لدينا الفقاهة المغربية فتح شخصية الثالثة والأخيرة رئيس الحكومة سيد رئيس الحكومة هو صديق وأخ عزيز. ما تفهمه؟ سيد رئيس هو صديق وأخ صديق وأنا كنت فخور وأنا كنت شرف أن أشتغلت معه إلى جانبه. ولكن اليوم هو عنده مسؤولية وأنا لدي مسؤولية. لم يكن ليش بحكم الصداقة أن أتنكر المسؤولية التي لديها وإلا أن أكون أتنكر المواطنين الذين يحملون ذلك المسؤولية. ناس صوتت عليه كما صوتت عليه. وهو في الحكومة أنا في البلد العمال في بعاردة. فأي شخص يلعب دور ديال. وفعلاً أنا أحس بأن أحياناً نكون قاسح معه. ولكن لأن الوقت والزمان قاسح مع المغاربة. وكان بغي نوصل إلى هذه القصوحية اللي كي يحسوا بها المغاربة. ماشي باش نحرجوه. ماشي باش نهاجموه. ماشي باش نتزايد عليه. ولكن حيث كنعرفوه ما كنشكش في الحص الوطني دياله. في الغيرة دياله على هذه البلاد. كان بغي باش ندفعوه ما أمكان باش يزيد في الوثيرة. باش ينقش في معانة المواطنين. سي محمد أزين أتينا على أختمي هذه الحلقة. كلمة أخيرة للمواطن والمواطن المغربية. كلمة أخير؟ قلتها الكلام اللي اللي غادي ينقول فهي تفلته. أولا هي واحد الشعور بالفخر. والاعتزاز. بالانتماء لهذا البلد العزيز. وبالانتماء القيم ديالتها مغربية. اللي أبان عليها المغربة. صح. فهذا الحس تضامني. فهذه الملحمة الجديدة. ملحمة ملك وشعب. وراني قلتها. المسيرة الخضراء تعاد مرة ثانية. مش غير المسيرة الخضراء. أولا المسيرة ديال الاستقلال. كانت ملحمة ملك وشعب. المسيرة الخضراء الكوفيد. وهذه أيضا ملحمة تضامنية أيضا بقيادة سيدنا. وتلاحهم ما بين ملك وشعب. أنا قلتها اليوم بلنا بأن هناك ملك مواطن وشعب ملكي. الشعب يقبل يد الملك احتراماً ووقاراً. وملك يقبل رؤوس المغربة مواسطة لهم. شوف هذه الصورة الجميلة. شحل 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 شحل. اللي كتعكس القيم ديالتها مغربية. وذلك يخلي هذا وسر الاستثناء المغربية. سيد محمد الزينة. أنا سعيد باستضافتك في هذا البرنامج. أسبوعي وجه لوجه. نتمنى أننا نكون قد لامسنا معظم. يعني إكرهات وتساؤلات المواطن المغربي. السؤوزين القيادي والأمين العام. لحزن الحركة الشعبية. أعزائي المشاهدين. إلى ضيف جديد وحلقة جديدة. هذا محددكم محمد خقلي. يسودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.